البعض احيانا بيبقى عايزك تمشي على مزاجه او على دماغه لكن انت بتقول الخبر او بتقول الموضوع او بتطرح السؤال والضيف اللي قدامك بيكون له حرية وحط مية خط على كلمة حرية الرأي وحرية التعبير واحيانا بنتعرض لهجوم وده طبيعي وعلى السوشيال ميديا والناس ما بتمسكناش ايام ما بتسبناش واللجان او البعض اللي شغلته على السوشيال ميديا او بيسترزق من السوشيال ميديا بيهاجمنا بضراوة وبشكل كبير لكن عموما احنا ماشيين في خط واحد وهو خط طبعا خبري بشكل كبير وطرح كل الاراء وقلنا الكلام دوت اكتر من مرة ويمكن كان خلال الفترة اللي فاتت وتحديدا في عوائل الشهر الجاري شهر مايو وثيرت ضجة مرة واحدة الناس خدت بالها ان في مفاوضات ما بين المسؤولين في النادي الاهلي والمغربي اشرف بن شاري وخرج يمكن مسؤولين وخرج البعض وقال لك اول ناس ومش اول ناس وكلام ده كله وخرج بعض المسؤولين ونفو وجود توقيع رسمي للمغربي اشرف بن شاري ولم يتم نفي المفاوضات او ترشيح اللاعب المغربي للنادي الاهلي من حوالي اكتر من شهرين قلنا ان في مفاوضات هنا في البريمو ما بين اشرف بن شاري والنادي الاهلي وقلنا تحديدا ان شقيق اشرف بن شاري رشيد هو العرض اللاعب وقتا ما كان فيه مفاوضات فترة من الفترات ما بين اللجنة السابقة في نادي الزمالك واشرف بن شاري تعالوا الاول نشوف الايه ونرجع نكمل مع بعض الشاب بن شاري وما تردد عن وجود مفاوضات مع النادي الاهلي للانتقال اليه خلال الموسم المقبل بعدما اعلن نادي الزمالك قراره بعدم تمديد التعاقد معاه او توقف المفاوضات الخاصة باللاعب المغربي الشاب بن شاري بالفعل تم طرح الفكرة ما بين المسؤولين داخل النادي الاهلي عن امكانية التعاقد والتفاوض مع المغربي الشاب بن شاري وكان فترة من الفترات شقيق اشرف بن شاري لما كان في محاولات ان هو عايز يعني بيعلي الفلوس او المبلغ المالي اللي كان طلبه خلال الفترة اللي فاتت كان شقيق اشرف بن شاري اعتقد اسمه رشيد كان حاول ان هو يتواصل مع المسؤولين عن لجلة التعاقدات في النادي الاهلي علشان الفكرة اللي نصحوه ان لو دخل النادي الاهلي في الصفقة فبالتالي مسؤولين في نادي الزمالك في الفترة السابقة هيجروا وراء الشاب بن شاري وهيحاولوا ان هم يعني يتعاقدوا او يمددوا التعاقد معهم طيب ده يمجي هو فيه فيديو تاني بس عشان الوقت هو يعني برضو كنا بنتابعه ده كالعادة واحنا دي شغلتنا ان احنا بنقول الخبر وبنحاول نتابعه زي ما احنا هنتابعلك دلوقتي خبر خاص بنادي الزمالك واحد نجوم الكرة المصرية كنا قلناه برضو من فترة كبيرة وقتا ما كان حصل لمفاوضات لكن هو دي شغلتنا اللي ما بتتغيرش ومش هتغير اللي هي فكرة انك انت بتروح لي اخبار بتشتغل بشكل خبري بعدها بقى بنقعد احنا نتهاجم على السوشيال ميديا ايا كان بقى يبقى خبر على الاهلي فجمهور الاهلي يمسكك يعني بسم الله ما شاء الله يعني ما بيتوسطوش البعض وليس الكل نفس الامر خبر على الناس زمالك برضو البعض من جمال الناس زمالك وليس الكل ما بيتوسطوش لكن في النهاية بيطلع لما بقى دي القصة لما الخبر بيطلع صح يجي يقولك لا ما بيعملوا نفسهم مش شايفين وده حصل كتير وقت برضو ما قلنا ان رمضان صبحي مشي من الاهلي حاجات كتير سواء انا او فاروق يعني هي سياسة واحدة لكن عموما لسه مفاوضات في مفاوضات في مفاوضات قد تتم قد ما تتمش اللاعب عنده عرض اخر من احد الاندية الخالجية بمبلغ يفوق المعروض عليه من النادي الاهلي في البعض داخل النادي الاهلي لا يرغب في التعاقد مع او اتمام المفاوضات مع الشاب بن شرقي في البعض بيشوف ان هو واحد من اللاعبين المميزين لكن عموما في ناس شايفة داخل النادي الاهلي ان مستوى هبط الفترة اللي فاتت في ناس شايفة لا ده واحد من اللاعبين المميزين جدا وكان ليه دور في حصول نادزة مالك على بطولات خلال الفترة اللي فاتت لكن هو لاعب انتهى عقده مع نادزة مالك ونادزة مالك اعلن من فترة كبيرة جدا ان لن يتم تجديد التعاقد وان ارشب بن شرقي سيتم تكريمه من قبل المسؤولين داخل نادي الزمالك وكان في محاولات داخل نادي الزمالك لتجميد اللاعب كان في محاولات لتجميد اللاعب فترة السابقة لكن فريرة وامير مرطا منصور رفضوا تجميده وقالوا ان احنا نستفيد منه لنهاية عقده اللي بينتهي بنهاية الموسم وليس 30 يونيو اللحظة لنهيًا اللحظة لنهي بانتحانيه من قبل المسؤولين داخل نادي الزمالك